موسيقى مرحب بكم مشاهدين الكرام في أخبار السادسة تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي البداية بالعناوين موسيقى رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده موسيقى فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده في كهرمان مرعش في تركيا ويؤكد إنقاذ طفل ورجل بعد صمودهما مئة وعشرين ساعة تحت الأنقاض موسيقى بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عهو الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور آية الله سيد إبراهيم رئيسي استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وقدم قائد الجيش الباكستاني في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تعازيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة الشيخ مريم بن عبدالله بن سليم الفلاسي كما نقل إلى سموه تعازية فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة شهباز شريف رئيس وزرائه وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول عاصم منير خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية وسبول دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهم المشتركة كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين ونتابع معكم مشاهدين الآن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا الأسبوع الماضي ونستعرض آخر مستجدات الجهود الإغاثية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية الفارس الشهم 2 جهود البحث عن ناجين في محافظة كهرمان مرعش في تركيا أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلام خلال عملية انتشال الناجين كما يتم التعامل مع إنقاذ المباني باحترافية عالية ويعمل الفريق بنظام المناوبات طوال اليوم لتغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي قد توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاذها كما نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي أمس ضمن عملية الفارس الشهم 2 في إنقاذ شخصين الأول طفل يبلغ من العنظة 11 عاما والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و 60 عاما من الجنسية التركية قال مارتين غريفث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة اليوم إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في مئة عام وأشاد غريفث خلال إفادة صحفية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة ووصفها بأنها استثنائية وعبر عن أمله في أن تصل المساعدات في سوريا إلى المناطق السورية كلها لكنه قال إن الأمر لم يتطح بعد أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى حالة المباني التي تعرضت لآثار الزلزال المدمر موضحا جهود حكومته في إعادة الإعمار كما تحدث عن حصيلة جديدة للقتل جراء الزلزال في تركيا بالإضافة إلى المباني المنهرة بالفعل فإن المباني الأخرى التي يمكن التعبير عن عددها بمئة الآلاف أصبحت أيضا غير صالحة للسكن بسبب الأضرار التي لحقت بها وحتى الآن وصل إجمالي الخسائر في الأرواح بمنطقة الزلزال إلى 21 ألف وثلاثة وأربعين وارتفى عدد الجرحة إلى 80 ألف وسبعين وتسعين حالة كما وتواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية الفارس الشهم 2 أعمالها الإغاثية في تركيا لتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا مفدنا إلى تركيا محمد السلومي والتفاصيل زلزال مدمر لم تشهده الجمهورية التركية من قبل نساء ثكلة وعوائل تشردت وأبنية تهاوت على قاطنيها وتدمرت هكذا هو المشهد هنا في المقابل استجابة سريعة للإمارات من خلال فرق البحث والإنقاذ المشتركة تبحث عن ناجين بين تلك الأنقاض اليوم باقلنا 51 موقع ما تم البحث فيه تم إنجاز 210 مواقع والحلاة الحمد الآن شغالين في أربع مواقع وحمد الله فريق الإمارات فاتح أربع مواقع وشغالين فيها على أمل استخراج إن شاء الله المحشورين الموجودين فيها في الأيام اللي طافت الحمد لله المعدات كانت على قدر عالي من الكفاءة الأفراد كانوا متقبلين الوضع وجاهزين للتعامل معاه وكل التحديات اللي مروا فيها في هذا المكان الحمد لله تم التعامل معها بحرفية وتعامل أروع مننا ما فيه الحمد لله كانوا أشهد وأكبر دليل على المثال اللي تعلموا من قادتهم وتعلموا من حكومتهم وأثبتوا جدارتهم في هذا الميدان الحمد لله جهود تبذلها فرق الإنقاذ والإسعاف الإماراتية بمعداتهم وآلياتهم المختلفة وفرق إسعاف النسائية أبت إلا أن تتواجد في جميع المواقع وتساند الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه نحن كدورنا كما استعفين نكون في المكان الآمن ننتظر المرضى والمحتاجين لحن إسعاف فنحن حاضرين فنجري الإسعافات الأولية أول بأول وإن شاء الله ما راح نقصر معاهم ونكون إيد بيد إن شاء الله فرق كامل ومتعاون إن شاء الله طبعا جانا ندى من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نحن لبينا الندى طبعا نحن الثاني يوم متواجدين اليوم مهمتنا مهمة أسنادية نساند فرق البحث والإنقاذ لننقذ المضطررين من هذا الزلزال خلال هاليومين نحن تعاملنا مع عشرات الحالات قدمنا لهم العلاج اللازم ونحن مستمرين لين يستقر الوضع استجابة الإمارات السريعة للوقوف مع الأشقاء في تركيا كان لها الأثر الإيجابي في مساندة الفرق الدولية المشاركة موقف ينسجم مع ما تمليه المبادئ الإنسانية النبيلة ويقدم مثالا في التضامن إزاء ما يشهده العالم من كوارث طبيعية وجوائح جهود إماراتية مشتركة تسفر عن اندشال عدة من الضحايا الذين لقوا حتفهم في الزلزال لتسجل بذلك الإمارات بصمتها الإنسانية لمركز أخبار قنواتي أبوظمي محمد السنومي من أحد المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية ذكرت هيئة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد أنه قد أجلي أكثر من 90 ألف شخص من المنطقة التي دمرها الزلزال التي تشمل عشر محافظات تركية ويعمل أكثر من 166 ألفا من فرق الإنقاذ والمتطوعين من بينهم أكثر من 8 ألاف من الأفراد الأجانب فيما وعلنت إدارة الكوارث أن تأثير الزلزالين يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بعنف لدقيقتين تقريبا وللوقوف على المستجدات مستجدات الجهود الإغاثية في سوريا ينظم إلينا من محافظة اللاذقية مفدنا الزميل أحمد اليماحي أحمد ما الجديد لديك والمستجد أحمد نعم مرة أخرى في مدينة جبلة هذه المدينة التابعة لمحافظة اللاذقية وآخر تعداد سكان لها بلغ أكثر من 200 ألف نسمة هذه المدينة التي نكبت بالزلزال والتي راح عدد كبير من ضحاياها مقاربة أو مقارنة بكثافة السكان في المحافظات أو المدن الأخرى التي عصفها الزلزال عانت الأمرين بلغ عدد الضحايا حتى هذه اللحظة أكثر من 310 ضحايا تقريبا لذلك متواجدون هنا برفقة فريق الإنقاذ الإمارات كما تشاهدون خلفي الذين يسعون رغم مرور عدد ساعات طويلة على الزلزال يسعون إلى نجدة أرواح ربما قد تكون حاضرة هنا في هذا المكان لذلك في هذه اللحظات ينضم إلي المقدم حمد محمد الكعبي رئيس فريق الإنقاذ الإماراتي هنا في سوريا ساعة المقدم لو تطلعنا حقيقة بداية على آلية ومعايير اختيار الأماكن قبل البدء بها نعم أولا بداية نحن نعزي الشعب السوري في مصابهم هذا ونحن كدولة الإمارات العربية المتحدة واجب علينا مساندة ودعم الأشقاء في مثل هذه الأزمات والكوارث استجابتنا الحمد لله كانت استجابة سريعة للكارثة وعندنا فريق الحمد لله مجهز على مستوى عالي من الإمكانيات والقدرات اللوجستية بالتعاون مع زملائنا طبعا اختيار المواقع دائما يكون مبني على تنسيق مشترك مع السلطات المحلية في الموقع أو في المدينة المنكوبة التي تضارضت من الزلزال ولا يخف عليكم طبعا دولة الإمارات دائما سباقة فيها تكون ضمن المعايير والمقاييس الدولية في الإجراءات والتعامل مع هذا النوع من الأزمات والكوارث فريقنا معتمد دوليا في التنسيق المشترك مع الفرقة الدولية الأخرى ومع الحكومات في هذا الإطار الدولة الحمد لله أو الفريق عفوا وصل إلى هنا استجابنا مع الجماعة في السلطة المحلية قمنا بعملية مسح شاملة للمباني المتضررة وحددنا الأولويات للمباني التي تحتاج إلى بدء عمليات البحث والإنقاذ وكما ترى الجماعة شغالين على قدم وساق ساد حمد شو آلية العمل بالنسبة لكم أنا شاهدت وكما تشاهدون مشاهدين الكرام هناك كلاب كذلك تبحث عن ناجين بين الركام شو آلية العمل نعم طبعا في البداية نحن بس نوصل إلى المكان المحدد الذي راح نشتغل فيه راح يكون عندنا عملية تقييم للمبنى المنهار نفسه من ناحية الأمن والسلامة هل هو آمن لبدء العمليات أو لا طبعا عندنا ناس مختصين في الأمن والسلامة ومهندسين مختصين في المباني يكونون حاضرين في الموقع بس بمجرد أن نحن نعرف أن هذا فيه إمكانية أن نعمل عملية بحث تبدأ عملية البحث بالكينين التي هي كلاب البحث إذا ما كان هناك يوجد أشخاص تحت الأنقاط ومن ثم تبدأ العمليات تباعا فيما يخص عمليات البحث والأنقاط ممتاز هل يعني بوفق المعايير هل هناك إمكانية وجود أشخاص على قيد الحياة يعني شاهدنا كذلك بعد مرور أكثر من مئة ساعة في بعض المناطق في جبلة أو حتى في سوريا أو حتى في تركيا هناك أشخاص الحمد لله توصلوا إليهم نعم لا شك أن العنصر الزمني مهم جدا في عمليات البحث والأنقاط الاحتمالية موجودة ممكن أن تحصل ناجين طبعا يعتمد على إذا ما كان الشخص فيه إصابة أو لا يعني بعض الأحيان يكون الشخص ساقط في مكان محجوز فيه بدون إصابة هذا عنده فرص للناجة أعلى عن غيره إذا كانت الإصابة مثلا بسيطة ممكن يستمر لثلاثة أو أربع أيام ويمكن بعد إلى الخامس يوم على حسب طبعا ما فيه معيار أو مقياس معين بس الاحتمالية موجودة اتمنى لكم كل التوفيق يعني في هذه المهمة مقدم محمد محمد الكعبي رئيس فريق الإنقاذ في سوريا شكرا جزيلا لك وقواكم الله إذن مشاهدين الكرام هذه هي الصورة العمل مستمر على قدم وساق وطيرة التسارع كذلك على أمل وجود ناجين والصورة والكلمة تعود إليكم من جديد موفد قنوات أبوظبي أحمد اليماحي إلى سوريا شكرا جزيلا لك وكل التوفيق للفرق الإماراتية التي تعمل هناك في هذه المهمة الإنسانية شكرا أحمد نشرتنا متواصلة وفيها أوكرانيا تشير إلى أزمة للطاقة بعد استهداف صاروخي روسي هو الأقوى منذ أشهر للبنية التحتية شوفوا كيفانش يخلي الملابس تعيش أكتر لبس القديم يطلع جديد اللبس المبقع يطلع نظيف اللبس الإي يطلع رائع اللبس الباهت يطلع ناصع ملعقة واحدة بس من فانش مالتي باور بقوة الأكسجين يزيل البقع الصحبة والروائح الكريهة يخلي الألوان زاهية ويقضي على 99.9% من الجراثيم ويخلي الغسيل كأنه جديد مع فانش الغسيل يطلع جديد أهلا بكم من جديد وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الإيراني بذكر اليوم الوطني لبلاده فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده في كهرمان مرعش في تركيا ويوكد إنقاذ طفل ورجل بعد صمودهما 120 ساعة تحت الأنقاذ قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ناتولي أنتونوف إن استئناف برنامج أو برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا يعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في الصراع وأوضح أنتونوف أن حال قرار القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية فإن ذلك سيمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي وأشار السفير الروسي لأن المعلومات المتوفرة عن هذا الأمر تعتمد على تحقيقات صحفية وليست هناك معلومات رسمية عن المشاركة الأمريكية حتى الآن في سياق متصل تسببت الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيامس بحدوث أضرار كبيرة نظام الطاقة وفقا للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن الصواريخ ضربت محطات للطاقة الحرارية والكهرمائية مشيرا إلى صعوبة الوضع في إقليم خاركيف هذا وأكدت وكالة أنباء روسية اليوم أن موسكو شنت هجوما كبيرا على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني أمس إلى موضوع آخر حيث أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إيقافها العناصر الرئيسة المتورطة في هجوم بطائرات مسيرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط البلاد وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن أنه قد حددت واعتقلت العناصر الرئيسة لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان وأضاف البيان نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث أسقطت واشنطن بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن جسما حلق على علو مرتفع فوق آلاسكا على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعته أو مصدره وأضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هذا الجسم شكل تهديدا لأمن الملاحة الجوية وأضاف أن الجسم كان بحجم سيارة صغيرة ولفت كيربي إلى أنه أسقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة هذا وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستة كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصينية المشتبه به إلى قائمة تصدير سوداء تأتي هذه القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض أنه سينظر في بذل جهود أوسع لكشف أنشطة المراقبة الصينية الأكبر ومعالجتها والتي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وقالت وزارة التجارة أن الشركات الخمس ومعهد أبحاث يدعمان جهود تحديث الجيش الصيني وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بما في ذلك المناطيد والبالونات نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في الاقتصاد توقعات بازدهار سوق العمل في الإمارات في 2023 مهرجان الشيخ زايد الترفيهي الثقافي العالمي أنتم على موعد مع أكبر العروض والفعاليات العالمية اكتشفوا أجنحة حضارة الإمارات والقرية الترافية واستمتعوا بالعروض الفلكلورية والمسيرات الأسبوعية من مختلف دول العالم ولا تنسوا الاستمتاع بمدينة الألعاب الترفيهية وبيت الرعب والكثير من الفعاليات وبانتظاركم لتكتشفوا حديقة الأضواء والزهور والأسواق العالمية والأحياء من مختلف حضارات العالم إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية سحوبات وجوائز كبرى بانتظاركم ترقبوا أيضا نافورة الإمارات وعروض الليزر بالإضافة لعروض الألعاب النارية الأسبوعية الكبرى نستقبلكم من 18 نوفمبر إلى 18 مارس الوذبة أبوظبي أهلا بكم من جديد انطلاقا من رؤيتها بأن تكون مزودا عالميا لحلول الطاقة المتكاملة ذات الجودة العالية أعلنت مجموعة دوكاب التي تعد واحدة من أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تجشينها مقرا جديدا لها في ولاية بنجلور ضمن استراتيجيتها في تعزيز وترسيخ أعمالها في القطاع الصناعي العالمي لتصبح الهند بذلك ثاني سوق رئيسي للمجموعة وخطوة نوعية والاستفادة من المزايا الجديدة بموجب الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في شهر فبراير من العام الماضي تلبية لتطور في سوق العمل في الدولة تخطط حوالي 70% من الشركات لتعيين موظفين جدد هذا العام المزيد في هذا التقرير على الرغم من الطباط الاقتصاد العالمي يستمر سوق العمل الإمارات في الازدهار نتيجة الخطط الحكومية القوية لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي حيث توقعت دراسة حديثة أجرتها كورسيرا إحدى المنصات العالمية الرائدة للتعلم عبر الإنترنت أن يزدهر سوق العمل في الإمارات مع سعي الدولة إلى تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو اقتصاد تنفسي قائم على المعرفة والابتكار وذلك عبر الاستثمار بشكل كبير في الشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة خلال العقد المقبل ونتيجة لذلك يبحث أغلب الطلاب في دولة الإمارات بعد التخرج عن مسارات سريعة للحصول على الوظائف عالية الطلب وذات الأجور الجيدة لضمان جودة العيش والإقامة وتستكشف الدراسة التي أجرتها كورسيرا بالشراكة مع عدد من أبرز الجامعات والكليات العالمية متطلبات الحصول على الشهادات الاحترافية للمبتدئين والتدريب اللازم على المهارات المتعلقة بالوظائف عالية الطلب في برامج الدرجات العلمية بهدف تحسين فرص الطلاب والخريجين في الحصول على وظائف حيث كشفت بيانات الاستطلاع أن 97% من الطلاب في دولة الإمارات يجمعون على أن الحصول على شهادات احترافية من شركات عالمية رائدة مثل جوجل ومتا سيميزهم لدى أصحاب العمل وسيساعدهم في الحصول على وظائف بعد التخرج بينما أكد 88 من المشاركين في الاستطلاع أن الشهادات الاحترافية ستساعدهم على تحقيق النجاح المهني على المدى الطويل كما أظهر 83% من المتعلمين في دولة الإمارات أن الشهادات الاحترافية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى ستحظى خلال السنوات الخمس المقبلة بتقديرا أكبر من أصحاب العمل أسوة بالشهادات الأكاديمية التقليدية ومن ناحية توجهات التوظيف والفرص المتاحة في سوق العمل تخطط حوالي 70% من الشركات العاملة في دولة الإمارات لتعيين موظفين جدد في هذا العام كما أظهرت البيانات أن أصحاب العمل يرون أن الحصول على شهادات احترافية تدعم طلبات المرشحين وتزيد من فرص حصولهم على الوظائف وأكدت نتائج الشركة على الدور المحوري الذي يلعبه تطور تقنيات الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي في ظهور 97 مليون وظيفة جديدة واستبدال 85 مليون وظيفة أخرى وفي ضوء النمو السريع لقطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة على المؤسسات الأكاديمية التعاون مع الحكومات والشركات لتلبية متطلبات سوق العمل في الفترة القادمة وتعزيز الفرص الوظيفية للمواهب الحالية والمستقبلية في المنطقة من خلال المناهج الأكاديمية التي تلزم لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة